موسيقى يا احمد الريحة كثير بتجنن بصراحة اكيد رح يتفاجأوا وبسيجوا كل شي جاهز؟ كل شي جاهز البيض السكر؟ كل شي جاهز ان شاء الله اوكي شو حطينا هون احنا؟ دارك توكلت وشوكولت باودور ونسكافي شو حاجة؟ انا مش بس جبت لكم براونيز انا جبت لكم احمد عشان يعملنا براونيز ويعلمنا كيف نعمل براونيز محظوظين لكاننا احنا اليوم براونيز كيفك احمد؟ شو رح تعملنا؟ براونيز اوكي بلش احكيلي بلش حاول تعلمني بسط لي المعلومات قدر الامكان يعني احنا جهزنا الانجريدينز هلأ ناخد خطو خطوة مع بعض اوكي شو مكونات؟ هلأ بلشنا هون بشوكولت دارك توكلت باودور ونسكافي من دموبل مع الزبدة هون في طحين براون شوكور شوكولت باودور كمان وسكر بيض وفانيلا باودور وملح بدك تقولنا بالضبط قدال معي لاننا احنا نروح نطبق مين؟ احنا كتير دابحين حالنا بالمطبخ فنحب نطبق مين بدل طبق؟ كم بيضة؟ ست بضعات كاسي ونص من الشجر الأبيض وهي نص كاسي من الشوكولت باودور نص كاسي من الشجر وكاسي كامل من الطحين هون الفانيلا باودور معلقة معلقة والسولد معلقة هون 225 جرام من الدارك توكلت وربع كاسي من الشوكولت باودور واحد متاعك نص كافي عادية؟ نص كافي عادية الان بيجاء ملا STEVE او قول مccلق نص كافي aspirية و PW고 القضية احنا سفجن 개 هروغawا صغير عنديك خمسة أصبح لديك خبرة من يحطط دعاء دعاء لن نطبق من زمان لديك؟ دعاء لا يوجد لك شيء دعاء لا يوجد دعاء حكيت لي أن تقوم بشيز كيك أو أشياء أشياء اليوم؟ هي وعدتني صباحاً معالي أحمد، هي ليست فقط هي أيضاً تطبق لنا وتعطي لنا لا لم تجربت شيء؟ أنت عمرك شفت كيك بيعمل كيك؟ لا يا دمعة أحساس أنك تهربت بطريقة رطيفة يلا دعي هذه الدوب لحاله حسناً نبدأ بالويت شوغر حسناً طيب، والبراون شوغر الفانيلا باودر والملح حسناً 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 وانت بتشتغل أحمد؟ دعينا نسألك واندردش معاك انت استخدمت الويت شوغر مع البرون ليش؟ البرون بيعطي تكشير للبراونيز بيعطي تكشير أحسن بيكون يعني متماسكة أكثر صح؟ البيضة البيض لازم نضيفهم واحدة واحدة عشان ما لا أخبطت الدنيا واحدة انتين آه، أوكي، بتخلط واحدة واحدة ما تكسب هاليا، ما تكسب هاليا، ما تكسب هاليا حلو هالا الشي الوحيد اللي عملته هاليا مرزين هاليا، عشان نضيف كمان، تنتين واحدة واحدة أو تنتين تنتين عشان، اه هي، والفكرة أنه عشان ما تطلط رشد الدنيا نضيف نضيف في مدة معينة للخلط، أو لا؟ بس أشوف يصير في كتير بابلز، خلاص بكفة أوكي، لأنه البراونيز لازم تخلط البيض منيح لكي تكشف عشان أحمد، هل أقدر أحضر لشوكولات حط شيء ثاني، إذا ما أحضر لشوكولات أحضر لشوكولات مثلا، يصير؟ أكيد بيأثر أن ما يحضر لشوكولات الطعام لشوكولات، هل سيحبون لشوكولات العادي؟ أنا استخدمت 71% والثاني 50% فيه شوي بابلي، بكفة هل ستحتاجون؟ هل ستحتاجون؟ هل ستحتاجون؟ هل ستحتاجون؟ هل ستحتاجون؟ شكرا، حاولتك دعا، شكرا لا، أنتم شامين، أنا مستعجلة، أريد أن أأكل كيف نتأكد أنه ستحدث هذا الأشي تمام؟ بس يدوب كله، والعادي يكون فيه قطع؟ لا، يجب أن يدوب كامل الله على الكالوريز زبدة وشوكولات و... شكرا، بس هل ستحتاجون؟ هل ستحتاجون؟ لا يمكننا أن نقوم بطريقة أخرى نستطيع أن نقدمها للناس التي تحتاجونها؟ براونيز؟ لا، إذا كنت تقوم بها، أنا مرة جربتها بالأفوكادو، بدل البيض وبدل الطحين، مميحة، بس يعني لا تعوض تماسك، يعني قصدك؟ نعم، بس يعني لا تعوض، هذه طعامة أطيب، لكن هذه هي صحية، بالأفوكادو أصلاً كل شيء صحي مطيب شكراً للنوار لأنني كنت أخنعي الناس لأنهم لا يكونوا صحيين، لكن أحمد سوف يعلمنا الطريقة و سوف نطبقه إن شاء الله أحمد، أسألك، لما تضيف الباودر أو الطحين، لا يتكتل معك؟ لا، هناك طريقة للمش، الفولدين بسموها أوكي، القلب أيوة، نحط مثل الاسباتيولا تحته، منقلب شوية شوية شوية، شوف، في خبرة عندها هي خبرة، مستدنا نشوف الخبرة هي دعاية يعني لازم تعمل لنا شيء خبرة غضرية أفكري، طلبوا مني وراء أنا، أجبت لهم، أختفوا كلهم، ما حدا أجب، وعدتني بعد سويلي وراء، أم علي لا لا، أنا جربت وراء ستحت علي طائب أم علي بعد راح علي، أم علي بعد راح علي، طيب، هلأ أحمد، أريد أن تضيف خليطة الشوكولات مع الزبدة؟ نحن نمكس، أم، أم، طيب، والناس اللي ما عندهم هذا الجهاز يمكن فيهم يستخدموا الخلاطة اليدوية؟ فيهم يستخدموا الخلاطة اليدوية، بس بيكون أصعب، هذه بتسهل، أكيد، هذه بتسهل، مثلا، حدا ما عنده هاي، يمشي بالخلاطة اليدوية، أو الخلاطة العادي، أو الخلاطة اليدوية، أو الخلاطة اليدوية، وهي ما يسموها الوزك، الوزك، نعم، سعلي، عادي، تضرح، يعني، لها تكنيك معين للإضافة، يعني، مش بتصبيها، بعدين تخلطي، لا، اكزاكت لي، وين الخلاط موجود، تصبي الهاي عليها، نعم، طب أحمد، أحيانا، في بعض السوايا، لما يعملوا مشي فيه، بيزنخ معاهم البرد بعد الخبز، شو السبب بهذا الموضوع؟ المكسنج، 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 المكسنج بيكون خطأ، المكسنج بيكون خطأ، ما بيكونوا ضربين البيض منيح، مزبوط، حلو، لأنه بتقولك، أحيانا، أنه يمكن ما خبزتها زيادة، وتخبزها زيادة بتحرقها، وبعدها فيها زنخة البيض، وهي كمان احترقت، فهي نقطة كثير، طيب، آخر خطوتين، اللطحين، اللطحين طبعاً للتماسك، أحمد؟ اللطحين، هو اللطحين، هو اللطحي من الكيكة، وهي الكوكو بادر، الكوكو بادر، لابد من التواجد، ليس كوكو بادر، في نوع فائية، احفظوا التكنيك، لأنه لا تقوم من الخطأ، هذه تنغية تكنيك، لذا لا نضيع الهواء، التي نصب مع البيض، حالاً، في تقنيات يعني المشكلة الواحد مو بس يحفظ ويطبق في تقنيات واسرار عم تصعب القصة علي واسرار يعني انا فكرت سهلة يا احمد بس لكن هي بدها وطريقة خاصة لا بطيس سهلة عفكت لا اذا بدو اذا بدو اذا بدشوفي اي حدا بدي اطريكي من كومينات انتي بتشوفيها بتقولي سهلة بس لكن التكنيكها وكيف طريقة الخلق الخلق او يعني الروز تباحها شوي بعتقد انه شوي بدو لازم تشوفي فيديو او نستضيف احمد دائما على طول عنا هون ويعمل لكيكو خلص يعني مرة الجاه تشيز كيك اوكي اوكي صار في عملت الجابانيز وعملت العادية النيويورك الجابانيز يمكن في كتير ناس ما بتعرف لليوم تعملها لانها جديدة ظهرت على الساحة كتير سهلة بس ما حدا بيعرف عن جدلس اسهل من الشيز كيكو العادي لا هيا لازم نعملها هي ميزة تاكي الاكترع شي تكون مثل السفون جبال اكتر خفيفة وهكي كتير اوه ايوه هيك بتكون صاري جاهزة احمد جاهزة بس انه هاي اخر وتقريباً قد بتقعد بالفرن اوه بحط بالفرن اول شي 20 دقيقة على درجة 170 اوه بطلعها بعد 20 دقيقة بدق على الطاولة عشان نعمل الكراكينج فوق اوه هدو الكثور اوه من درجة عدخل 20 دقيقة كمان عن 170 حال اوه يا سلام مهند شوف اسمع راح خبرك شعلا احنا الشباب يعني هو اختصاص و احمد بس نحنا الشباب يعني انا مقهور ان احمد كان جارنا قبل ما عمر سوالي اوه 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 بس طبعا بس هلأ راح نقطعها بس هو تكلم عن شي قاس من فوق كراكين بس ما افتب سواء هيا شايفاي الكسور اللي موجودة بعد ما اطلعها اول عشرين دقيقة تضربها على الطاولة مرتين عشان تعمل التشققات ترجى تدخل عشرين دقيقة طيب لازم بعد ما اطلعها يعني كولينج فور ففتين او روينتي مينوتس طيب فينا نقطعها بس كيف نعرف نهي استوات يعني احنا قلنا نعرف نحطي مرات بس اذا في البرونيز قال احمد انه لما تحط مفرد يطلع عليها فيها يطلع معك شوي مش كتير بالنسبة للكيكات الثاني ولا شي لازم ولا شي يطلع معك اوكي طب احمد شوفي ننزينها ويبين كريم شوكولت سوس ايس كريم ايس كريم يا سالة انا صراحة بذر حاكلها اي 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 انا بلاحظ انه لما يكون في حدا عم يعمل شي اكل بالاستيديو فضع اوامر فموزين كلهم بس كتوا اما قلت ازحق الجار اوه وقتك احسا احسا حقوق الجارة زين يعطينا اول فقد وليش انا وين انا انت سابع جارة لو عدينا اوه انا الجارة العلفة صح اي اي طب ونحن جيران كل مغطربين جايين من غير امارة احنا كمان لازم نطعطونا بالاول طيب فطبعا الحين الكيكي نوارة بتتقطع وابدنا نسوي وجوم عليها صراحة يالله يالله كلها بتجنن تعالوا تعالوا يالله اسمعوا اوه انا مجهز شاي معاي على فكرة اه احمد شكرا نورتنا احمد نورتنا وشرفتنا وجودك نورك نحن جايين هون مشان نفترز الكيكي موناكلها ونتشكره ونتشكره طبعا شكرا رحمة واكيد فينا لقات تانية براحة تعمل لنا كيكيك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تمام ان شاء الله فتانكيو كتير اليك نتنع بريك نعمل اهوة ونعكل براحة شراعكم يالله يالله